يعني هم كانت طبيعة مثل ما هو موجود اليوم اليوم تجدين مثلا الأسر اللي تعيش في الريف تلقين البنت من عمرها سبع سنوات تلقينها تطلع للمزرعة تشتغل مع أمها ولا مع أبيها تلقين البنت عمرها سبع سنوات ثمان سنوات تخبز الخبز تعجن العجين ولا لا تصلح الكعك تقول لها أمها خوذ يا أخوكي غسلي في الحمام وبعدين غيري ملابسه وبعدين جيئي به وتأخذ أخاها اللي عمرها مثلا سنة وهي عمرها ثمان سنوات وتصلح الولد على أحسن شيء وتجيبها عند الأم فهي لما يوصل عمرها عشر سنوات إلا البنت ست بيت غير البنات اللي عايشين في المدن تلقين عمرها مثلا ثمان سنوات تسع سنوات لما تبغى تمشط شعرها تجي عند أمها يومها مشطي لشعر تبغى تلبس ملابسها يومها إيش ألبس تبغى يومها أنا مالقيت عالي دو قومي دور عالي يوم ما أنا لأنه تعودت من صغرها أن الأم تصلح وتعدل وبالتالي هي نشأت على هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج عائشة خطبها في العمر العادي خطبها في السن العادي مثل لما مثلا في السودان ربما البنت تخطب عمرها 14-15 سنة يبدأ تخطب ولا لا وعادي لما الواحد يكون عمر بنتها 15 سنة 15 ويجي واحد يخطبها لن يقول له أنت مجنون تخطب طفلة لا يشوفها عادي لكن لو خطبها وعمرها سبع سنوات يستغرب المجتمع لا يحتمل ذلك بينما لو تقول لأحد مثلا في الخارج تتحدثين معه وتقولين له في بعض البلدان تقولين والله أنا زوجت بنتي وعمرها 14 سنة وبشرك الآن عمرها 17 وعندها ولدين يقول إيش 14 أنت مجنونة هذه طفلة هذه الحمد لله هذه موفقة وعندها أولادها وماشية في دراستها والبنت الآن بتخلص التنوي بتدخل الجامعة ومبسوطة مع زوجها ليش طفلها هذه أمورها مشت فكذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع النساء يتزوج في هذا السن وهو عليه الصلاة والسلام لم يخالف أمرا غريبا عنده فتزوج عائش عمرها 9 سنوات عاد عمرها 9 سنوات وافقت على الزواج وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها كان أحسن التعامل احتواها بتعامله وكرمه صلى الله عليه وسلم ومشت أمورها معه صلوات ربي وسلامه عليه